موسيقى قدروا أنهم يعملون تحديثة لتخزين حكومة أمريك والارتفاع بالقدرات التخزينية من عام 2013-2014 مليون ومثين ألف تن إلى 3 مليون و488 ألف تن هذه الساعات التخزينية عايز أقول لسيادتك أنها زادت أرضع في خلال الفترة بناء على متابعة القيادة الرشيدة والقيادة السياسية لتنفيذ هذه المشروع وعايز أقول لسيادتك أن تم استخدام أحلس وإسليم النظم التخزينية في المحافظة على المهزوم من أول ما بيجي لباب الصومعة لغاية لما بيخرج للمطاحة بنحافظ عليه بجودة عالية زي ما بيخش يبتدي أنه هو يتعامل معاملة الوزن أولا ثم بينزل على النقرة ويندم أغز الشوائف بتاعته وكل الأتربة اللي هي الموجودة فيه ولو فيه أي نوع من أنواع برطر حديد بيعدي على المغناطسات وبعد كده بيتخش بيعلم طريق النوائل إلى الصوامع أول ما بيخش للصوامع بيحصل كالآتف بيبقى فيه عندي نظام لمرقبة درجات الرطوبة اللي موجودة ودرجات الحرارة وبقدر أعرف كمان الكميات اللي موجودة داخل الخلايا وده بيديني أريحية إن أنا بيعرف الاحتياط بتاعي والكميات المخزنة جوه الخلايا بعد كده هو بنبقى بنعمل حاجة اسمها صيانة الحبوم أي مشكلة عن طريق مرقبة المغزون بنحاول إن إحنا نحلها بحيث إن المنتج اللي عندي من نرح بيخرج للمطاحن بجودة عالية ودرجة مضافة عالية طب معنى كده إيه؟ إن أنا ببقاش عندي هدر في المغزون الكمية اللي بتخش على الميزان خمسين طن مسلا بتخرج للعميل خمسين طن لإن ما فيش أصبح عندي نسبة ذلك حضرتك تعلم جيدة إن كان هناك صادقة كان التحزين بالنسبة للشوان وكان التحزين آآ بيبقى موجود في العراق كان الكلام ده كله بيقدي لنسبة هدر آآ بتوصل لعشرة في المية وتوصل لخمستاشر في المية إنت بتتكلم فيما آآ آآ يتجاوز الاربعة مليار جنيه طب الاربعة مليار جنيه دول إحنا قدرنا إن إحنا نوصل لساعات تخزينية للتلاتة آآ مليون ربعمائة تمانية وتمانين ألف طن ساعات تخزينية يعني إنت زدت الضعف إنت قدرت إن إنت بالقيمة الاربعة مليار جيه إن إنت قدرت قدرنا بالساعات تخزينية إن شاء صوامة حديثة بحفظة آآ وقدروا أقول لحضرتك كمان لأ أبشرك بشرة خير إن إحنا في عشرين واحد وعشرين سترتفع الزيادة آآ الساعات التخزينية وحيخش خلال الشهور القليل القادمة تلات آآ تلاتين ألف طن بصومعة أبو صوير وتصل هذه النسبة آآ الزيادة الجديدة للاستيعاب لكميات أكبر هتصبح القدرات التخزينية عندي تلاتة مليون خمسمية وطمنتاشر ألف طن بدخول صومعة أبو صوير خلال الشهور القليل ودلوقتي كم حضرتك؟ إحنا دلوقتي حالياً تلاتة مليون ربعمائة تمانية وتمانين ألف طن تمام زيادة يعني معقولة جداً وإن شاء الله أنتم ساعين في أنتم برضا يكون تكمل التخزين أعلى هناك كمان أقدر والله حضرتك مشروع قومي بيتم إنشاؤه دلوقتي وهي الصوامع الحقلية إحنا في صدد النهار له إنشاء ست صوامع حقلية بساعات ترزينية تلاتين ألف طن والمستهدف تلتين ألف طن من الصوامع الحقلية على مستوى محافظات الجمهورية تمام بدأتوا فعلاً ولا لسه في بدأنا فعلاً وتم إرساء العطاءات على الشركات المنفذة وحنبتدي بالست صوامع خلال العام المالي اللي إحنا شكراً تنفيذ خلال الشهور القادمة في عام عشرين وواحد وعشرين سيتم المرحلة الأولى بإنشاء الست صوامع اللي هو ساعات التخزينية الثلاثين ألف طن كل هذه الساعات التخزينية هي بتساعد على وجود احتياط استراتيجي من الأمر اللي موجود المستخدم لمواجد أي ظروف وعايز أقول سيادتك إن الحمد لله رب العالمين إن وزارة التموين هي وزارة بتسعى دائماً للحفاظ على احتياطات استراتيجية من المواد والسلع التموينية على مستوى العام لمواجد أي ظروف وعلى سبيل المثال قابلنا الظهور الظاهرين الوباء بتاع خلونا لم يشعر أي مواطن موجود على أرض جمهورية مصر العربية بنقصف أي مواد من مواد السلع التموينية فعلاً حصل الكلام ده وإحنا بنحييكم وبنحيي معالي الدكتور الوزير الدكتور علي المصلحي وزير التموين وكل الكست أو الرجال القيادات التي تسعى بجواره وتنفذ تعليماته وتقترح عليه الاقتراحات الكويسة وحضرتك النهاردة يعني بشرتنا بشرتين جمال جداً إن المشروع القومي يعني حيؤمن تأمين تام المصريين من على رغيف الخبز والناحية التانية إن السلع التموينية كمان آمنة وأنها ما فيش أي مشكلة على الإطلاق بيها والناحية التالتة إن فاقد القمح أصبح زيرو حضرتك يعني أنا بس محتاج تكلمني عن الجديد كمان لو فيه كمان جديد طروحات تموينية جديدة عايزين نقول للمواطن يعني لو فيه جديد من ناحية جواجرات التموين أنا بقول لسيادتك معالي الوزير بيسعى دائماً لتقديم الأفضل من الخدمات التموينية لجميع المستهلكين على مستوى جمهورية مصلة العربية على جميع مستوى وأصعدة السلع التموينية تماماً ودائماً هناك جديد ودائماً هناك اجتماعات لمعالي الوزير مع الموردين وهناك دائماً اجتماعات معالي الوزير مع هيئة السلع التموينية لتقديم ما هو أفضل من المنتجات والجودة عالية كنا عادي نسأل معاليك الصوامع اللي بدأ هيتم نهاء المرحلة الأولى فيهم دول أماكنهم فين؟ في عندي في الشرقية وفي عندي في المنوفية فين في الشرقية كان في الشرقية؟ في عندي أربع صوامع في الشرقية وعندي صوامع حكوم في المنوفية وأعتقد أن هناك صوامع تقريباً في طنطة أنا مش متذكر بالزبط ما فيش مشكلة احنا بنحييكم بجد ويعني دائماً تبشروا الشعب المصري ببشر جميلة وبنهنئهم بقيادتهم الرشيدة والسياسة الرشيدة التي تمر بها البلاد وخاصة وزارة التموين معالي البشمانس نشكرك شكراً جزيلاً وإلى لقاء إن شاء الله بإذن الله اشتركوا في القناة